فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجمع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين من أسماء الله الحسنى الشكور ورد في القرآن أربع مرات ورد أيضاً بصيغة أخرى وهي شاكر كما في قوله تعالى في سورة البقرة فإن الله شاكر عليم ما الفرق بين الكلمتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد فأعتقد أنه سبق لنا أن قلنا إن صيغة فاعل هي صيغة اسم الفاعل ومعنى اسم فاعل يعني فيها مثلاً كلمة شاكر أو كلمة غافر اسم فاعل بمعنى أن فيها اسم وفيها فاعل وهذه الصيغة تقول إن هذا الاسم فاعل هذا الفاعل ذات ذات وفاعل ذات وفاعل يعني ذات فاعلت هذا الفاعل ده كل ما تفصح عنه صيغة فاعل وتسمى باسم الفاعل يعني لا تقدر تقول عليها اسم لوحدها لأننا عندنا اسم وفاعل وحرف لكن في حاجة اسمها اسم فاعل واسم مفعول اسم الفاعل ده هو يعني ذات فاعلة الفاعل لكن الاثنين في صيغة واحدة وده غير الفاعل ما عليش ما عايز يخلل الحصة أنا نحو بالعكس بما فاهم اللغة العربية مهمة مهمة جدا ودي حاجة بسيطة ممكن تفهم يعني مش معقدة الهدف هو فاهم معاني هذا وعيه لأن هذا الكتاب هو الذي يعني دفع المسلمين دفعا وشجعهم إلى أن ينيروا الغرب في أيام يعني في عهد الظلمات وينيروا الشرق أيضا وفي تمانين سنة تمانين سنة كان المسلمون في الأندلس وفي الصين وكان أهل الأندلس يستقبلون المسلمين استقبال الفاتح لأنه وجدوا فيهم كما نقول ضوق نجاح في كل الأمور فبعثوا هناك الحضارة وبعثوا كذا وكذا وكذا والآن نحن ننظر القرآن للأسف الشديد حتى أبنائنا حتى الناس اللي هم يعني النخب وكذا وكذا لا ننظرنا إلى القرآن النظرة التي يستحقها القرآن ويجب على المسلمين أن ينظروا إليه هو منهج حياة ومنهج حياة طبعا مش مجرد كلمات تحفظ وشوف وكما قال الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه هو أوصاف كثيرة فمن ضمن أوصافي من تركه من جبار قصبة وأحنا اللي عايشين في ذلك يعني ولا طبعا في الفم ماء كثير ولا إنما أنا أعرف سببه إيه سببه أنك أنت عندك الدواء الذي تستهين به وهو الدواء الوحيد في العلة الموجودة له نعود إلى إلى الفعل قلنا شاكر شاكر تدل على أنه يشكر أو أن الله أسند إليه الشكر لكن لما قلنا شاكر هنا بقى تدل على أن هذه الصفة ليست صفة تحدث مرة ويكفي إنما تحدث مرارا تحدث مرارا تفيد الكثرة تفيد الكثرة تفيد الكثرة وحتى وردت في حديث بشكار بس بالنسبة للعبد جعلني لك ذكارا لك شكارا من أدعيتي صلى الله عليه وسلم فإذن هنا ورد في حديث أبي هرين أبو صيغة الشكور وأجمعت عليه الأمة فإذن ورد يعني بصيغتين صيغة شاكر ليثبت لله سبحانه وتعالى صفة هي أنه يشكر عباده وأيضا وردت بصيغة شكور ليفيدنا أن هذا الشكر الذي ثبت له في الصفة السابقة ليس يعني وصفا قاصرا على مرة واحدة ومرتين وإنما هو كثير وطبعا يفهم من آيات أخرى أنه أيضا مستمر وباقي شايف أفض في التأمل هنا يا مولانا لكن لماذا لم ترد صفة شكار في القرآن على ربنا سبحانه وتعالى على اعتبار أنه شكار فيها الديمومة تفيد الاستمرار قد تفيدها أيضا شكور يعني ليس بلازم أن يكون شكار بمعنى دائم ولكن تفيدنا الشكور لأنه برضو يعني الشكر ليس كالغفور الغفور شغال مع الناس كلها حتى العصاة محتاجينه طول الوقت آه يعني محتاجينه ويتعامل مع يعني كل الفئات مع كل الفئات ومع معصية دائمة يعني ما فيش هيجي وقت الإنسان يبقى ملك لكن هنا ده مرتبط بمن يشكر ومعلوم أن من لا يشكر موجود طب هنا بقى من يشكر ربنا سبحانه وتعالى بيشكر مين من عباده آه وبيشكرهم ازاي آه الشكر اللي هنا يعني النجول مأخوز اللغة مأخوز من ايه الشكور مأخوز من يعني في اللغة يرجع إلى آه يعني حينما تذكر صفات الممدوح واحد مثلا تذكر صفاته أنه هو مثلا إنسان مهذب مؤدب عالم كذا 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 الصفات دي إذا كانت يعني صفات ذاتية تسميه ثناء ثناء آه هنا ذكره ذكر صفاته هذا ثناء لكن حينما تذكر له أفعاله له مثلا يطعم المساكين وأنه هذا الذكر شكر فالشكر نستطيع أن نقول إنه يعني ذكر الصفات الجميلة أو الصفات الحسنة في المذكور آه نسني عليه نسني عليه لا الثناء هو بقى ذكر الصفات الزاتية فيه آه فإذا كان إذا كنت تذكر صفاته الزاتية فهذا ثناء إذا كنت تذكر صفاتي الفعلية فهذا شكر فوإذن يعني الشكر إذا شكر الله عباده هكذا فهو من صفات الذات أما إذا شكرهم باعتبار أفعالهم وما يقوم به من خير وتراحم وإلى آخر الصفات الحميدة فهذا شكر من الله سبحانه وتعالى للعباد كما نقول في مناسبات العزاء شكر الله سعيكم بالضبط نعم شكر الله سعيكم هنا شكر الله فعلكم فعلكم خضوات سعي خضوات نعم فهذا هو المقصود من شكر الله سبحانه وتعالى للعباد